والتي أكدتم فيها تصميمكم على الاستمرار في سياسة الإيذاء للعراق والاستمرار في سياسة الاحتلال والإهانة لمقدسات وأرض العرب والمسلمين في الحجاز ونجد ولا أكتمكم القول أيها الرئيس بأنني وأنا أقرأ كلماتكم التي ظهر منها بوضوح استخفافكم بالعقلية العربية وبالمشاعر الشعبية والرسمية العربية وإهمالكم لها كم بانت أمامي الضحالتكم فيما كنت أتصور أنكم أبعد نظرا من هذا وكم ازداد عمق إيماني بل منهج العادل الذي اختاره الشعب العراق والذي أقوده فيه في الوقت الذي أخدمه منه ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة